السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة شاف نور الدين و مرحبا بكم مرة أخرى فيديو جديد قبل بابدل الفيديو بيتمتمنى لكم عيد مبارك سعيد اللي يدخلو عليكم الصحة والسلامة وباش ما تمنيتو ان شاء الله حبيت نشارك معاكم جوج أفكار ديال الكبدة مشوية بما أننا على أبوها بعيد الأضحى باش تعرفوا بعد هذا الفيديو هادراني صورتوا في العيد الكبير ليداز وحتى في الطبيعة باش أهناني اللحول لكم في هذا العيد هذا هنا عندي الكبدة بالنسبة للمهم قد نوريكم مجوش طورو قد نوريكم الطريقة الكلاسيكية او العادية اللي كتدار في أغلب البيوت المنزلية اللي هي بولفف كننخدو الكبدة تنديروها في شوية هكا تنديروها فوق الفاخر باش تشوى في هالطريقة هذي كم يكتلكم كلاسيكية الأغلبية ديال البيوت المغربية تديرو هالطريقة هذي هنا في النارية نضعها فوق المجمر مجموش طورو قد ننشف جيدة المجمر مجموش طورو قد تكون غير قليلا باش الكبدة لن تحرق لانا إذا كانت المجموش صورتها لكما الأغلبية ما تحرق لكم الكبدة من تحت المجموش طورو قد نضع الكبدة ودخما تهتم أيضًا من الجهال الثانية ونقرب على الجهال الخرب بالنسبة للطريقة الثانية سوف نقوم بتقديم كبدة التي تكون مشرملة أول شيء نقوم بتقديم كبدة التي تكون كصغر مربعات الحساب الذي سيأتي لكي ندخله في القتب نزيد عليها بصلة متوسطة بصلة تكون متوسطة ستكون رقيقة لا تكون غليظة يجب أن تكون رقيقة على الشيء لكي تشدلنا في الكبدة لا تحتاج إلى غليظة ستتزلق على الكبدة يجب أن تكون رقيقة نضيف بعض القزبور تقريباً يوجد معلقة كبيرة القزبور مغصول ومنقي ومقرد بالنسبة للتوابل نضيف معلقة صغيرة تحميره أو البابريكا نضيف معلقة صغيرة خرقوم سوف نضيف معلقة صغيرة أو رأس معلقة صغيرة الفلفل الأسود البزار لا تكتلوش منه بزاف رأس معلقة صغيرة سكنجبير أو زنجبي البودرة سوف نضيف كذلك الكمون سوف نضيف معلقة صغيرة الكمون لا تكتلوش من العطرية بزاف نضيف شوية 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 من الحاجة سوف نضيف الملح الملح دائما سوف تبقى على حسب الضوء سوف نضيف الزيت النباتية سوف نضيف شوية الزيت النباتية سوف نضيف معلقة صغيرة سوف نضيف هذا الشيء كامل بالنسبة للطريقة سوف نضيف أول حاجة بنينة ثانية حاجة لا تكتلوش لا تكتلوش في الشحمة ثالث حاجة سوف نضيف شوية وخصوصا الناس اللي ديرين الرجيم وما تيبغيوش الشحمة بزاف لان كما كان عرفوا الشحمة فعالك الكوليستيرول لذلك كما نصحهم انهم يديروا هالتحلقة هذي سوف نرجعو للشحمة بالنسبة للشحمة هذا الشحمة هذي كتكون في الحاولي كنشدوها وتنضوروها بهذا الشكل وتنقطعوها بالموس او لابس سكين هكا باش كنحصلو على أشرطة اللي نقدروه نضوروه بلا من اننا نسرحو الشحمة ونبقا ونقطعوه هكا هكا تجي سعلا وما كتعدبناشا هنا غدي نخلط ديك الكبدة معدوك التوابي اللي ضفنا والبصلة الربيع تقدرو تخليوها واحد دان ساعة كاكتر تاح او لا تقدرو تطيبوها هذيك الساعة يعني ما كان حتى شي مشكل يعني تقدرو تطيبوها ولا تقدرو تتناولها واحد شوية نكاب ديك التوابي اللي ضفنا لها تقدرو هكا تدوروها بولفافلة بغيتو وهكا تجيب نينة تقدرو تطيبوها هذي أنا هنا غير قطع قريتكم زي ما اقتعرت عليكم الطريقة التانية هي انكم تتاخدو الشحمة وتقطعوها كمربعة اللي يكونوا صغار انشوما تطيبوك تديرو كبدة شحمة عكا صغيرة كبدة شحمة كبدة شحمة بشكل هذا انشوما تطيبو كبدة وكتديرو الشحمة وكتديرو كبدة وكتديرو الشحمة المهم حتى كتتسالي المهم انها اقتعرحت عليكم كبدة شحمة كبدة شحمة او كتديرو كبدة شحمة كبدة شحمة وكتديرو كبدة شحمة وكتديرو كبدة شحمة كما انه يمكن لكم كبدة شحمة وكتديرو كبدة شحمة من نسبة الناس اللي متابعوش الكوليستيرول وكتديرو كبدة شحمة وكتديرو كبدة شحمة بعدما كملت تعمل القطبان كاملين اراني ادرتم فوق شوية والعافية كما قلت لكم اولا الفخر دائما يكون شوية مطفئة كما كانت عرفو ان الكبدة هديرو كبدة شوية يعني خاصها ضروري شوية طيب بعد خمسة دقيق ستكون واجدة يعني نرجع للبولفاف بالنسبة للبولفاف هنا كما كانت شوفوا كان نأخذو الكبدة بعدما كان نحسو بها انها طابط اولا جمعت كانت شكل هذا يعني كان نحسو طارولي خاصة الطيب كامل باش مزبقاش لكم اخضراء من الداخل من بعد كان قطعها كب شرائح ليكونوا طوال من بعد كان عود نقطعها شرائح اولا مربعات صغار ما يقول شرائح غاد يكون واضح معاكم في الفيديو وما كان كترش لكن ما كتلكم الطيب إلا جاب الله القيناة دي مغصوه كالي اولا شطروفة ما طيبين شرا كان نردوهم حتى كي يطيبوا يعني خاص طروري يطيبوا لان بولفاف ما كان خلوهش بزا فوق النار مجرد ان كتدوب علي ديك الشحمة سوف يتنحيدوا يعني ما كيكونش عندو الوقت انه باش يطيب هنا قطعت ديك الكبدة ديالتي هاو الشكل ديالة كيفش كي يجي من بعد انو غاد ينضيف عليها غاد ينضيف عليها التوابل بالنسبة التوابل اللي كنضيف انايا كنضيف الكامون كنضيف الملحة كنضيف كذلك التحميرا اولا البابريكا كتجي فيها زمينة بزا فضيلة صراحة كتجي زمينة جاربوها اولا الدولية البابريكا كتجي زمينة في بولفاف انا هنضيف معلقة صغيرة البابريكا اولا ديالة تحميرا غاد ينضيف كذلك معلقة صغيرة ديال الملحة ودائما الملحة راكت تبقى على حسب الضوء كما كنقول لكم دائما وفي جميع الفيديوهات كنبلكم الملحة تبقى على حسب الضوء كما بغيتوا وغاد ينضيف كذلك معلقة صغيرة ديالك كامون انتوما فالبولفاف كي بغير كامون الصالحة وكي بغير يحتل الملحة لانا إلا كالمسوس مزيجي شوزوين الصالحة سوف نخلط هذ الكبدة هذي مع الكامون مع تحميرا مع ديك الملحة باش تشرب ليا ديك العطرية كاملة المهم كان مقوم نخلطه في حتى نحسو بلي ان ديك الكبدة ديالتنا كاملة تخلطت وكاملة تلبسات بدوك التوابل من الأحسن أن في عيد الأضحة مثلا تقود تأخذوا العطرية لتكون جديدة يعني تكون مطحونة على اليد أو لا توقفوا عليه تطحنها لكم هكذا تأكدوا أنكم كتناولوا شي حاجة زوينة وما تكونش مغشوشة في نفس الوقت كيكون لما تقضي لها زوين بزاف دبع غدي نرجعو البولفاف هنا يشح ما كما أردتكم في الورا أنا قطعتها كي يعني كتكون بالنسبة للبولفاف المناس ليس يعرفوش أو للدول الأخرى البولفاف هو الحاجة الوحيدة التي تنبدا بها أو الحاجة الأولى التي تنبدا بها فيها من بعد ما كيتتذبح حولي هي الحاجة الأولى التي تناولوه البولفاف هو عبارة على كبدا كتكون مدورة لشحمة وكتشوه في القطبان وبالنسبة للمغارة الأخرى سيكونوا عارفين كيف هناك كما قلت لكم كان الشحمة اللي شديتها وقطعتها شعرائي حطوار كيف سنفعلهم من بعد سنلبسوها الكبدا يعني الطرف كتلبسوا ليه هذا كتلبسوا لي الشحمة الناس اللي بغوا ما يديروا الشحمة بزاف أولا ما تتعجبهم الشحمة حتى كي الناس ما تتعجبهم الشحمة أنا صراحة أنتت تعجبن على الشحمة شوية شيء ما غير مشوية ما تعجبني يعني لا تتدورو الشحمة يعني تديرو تعيف كان الشحمة و تعيف الكبدا تعيف الكبدا حتى تساعدوا القطبان كاملين بنفس الطريقة نعمروا كما قلت لكم القطبان نأخذوا طريف الكبدة ونأخذوا الشحمة التي تكون مقطعة طويلة نظروا الطريقة المهمة السهلة نظروا الكبدة على الشحمة أو الشحب على الكبدة نظروا الشحمة على الكبدة كما نوضح لكم في الفيديو نضروا واحدة 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 يعني تقريبا خمسة في القطب أو لاستة في القطب إذا كنت شعبت لكي يخصصكم كيبقى على حسب انتوما وش حلوة تضروا في القطب اللي غادي تناولوا سوف نستمر بنفس الطريقة حتى نعمر القطبان ديالي كاملين سوف نرجعوا باش نتموا الطريقة التحضير اشتركوا في القناة السهل واحدة 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 بشكل انا هنا نصدروا ورشة في القجمين أنا هنا تقريبا دار إن عمرت القطبان ديالي كاملة سفيدا بها ديالو فوق شووي هادوه مالوولين تقريبا اللي كنا شريم لنا آمرا بعد ما تشوهوا كي يولي شكل ديالو وما تشكل دارو يجيوا اكتر من رائعين وبنان بزاف نتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم بالنسبة للبولفاف احتا ورده ببنين غادي نحييز هادو غادي نديرو هنا يكن نضيفو شوية دي الملحة وشوية دي الكامون في الاخير هذه كتب غيرها لحسب الضوء كالضوء قواملة كانوا ناقصين من حول اشي حاجة لا تنتم ما كتزيدوها لحسب الاختيار ديالكم سوف يكن قدموهم بصحة وراحة كما كتلكم رفعلا كي يجيو اروع ما يكون انا الصراحة يجبوني على بولفاف بثاف يعني يجيو ابنان يجيوهم شرم لينك كولدات بثاف بالنسبة للبولفاف هذا هو شكل لوتا هو من درناك طيب هو كي يبغيتها هو العافية تكون مهيئة ما تكون عافية مجهدة باش ما تتحرقش ديك الشي حمام بثاف المهم خصائر الطيب تتحمر سوف يكن نحيدوهم حتى هماما ما يمكن قلبوهم على جوش ديال الجوية قريبا سوف يكن نضيفوهم حتى هماما شوية دي الملحة وشوية دي الكامون في الاخير بعد ما كيتشوه كنتمنى أن حلقات اليوم تكون لتلي عجب ديالك وتجربوا بولفاف على هدوش طرق اللي قدمت لكم اليوم أولا في حلقات اليوم وبالنسبة للناس اللي ما شافوش الفيديو دي الكفتة مشوية سنخلي لكم في خانة الوصف سيرو جوفو ما غاديش تندمو كيفاش تحصلوا على الكفتة كيما كنكلوا عند لينك الزار يعني من يكن خرجوا تعوض لحتال الفيديو هذا صراحة زوين بالسفة هاتي تستفدوا منه ولا عجبتكم حلقات اليوم ما تنسوش دي رجيم الفيديو كما قلت لكم اشتركوا في القناة كترة باش دائما تصوصوا بجدد الوصفات ما تنسوش تبرتاجوا حلقة مع الأصدقاء ديلكم باش تعمل منفائدة خليوا ليتعليقات ديلكم حول الوصفة دي اليوم كنضرب لكم موعد في حلقة مقبلة بحول الله وكنتمنى لكم مرة أخرى عيد مبارك سعيد والله يدخل لكم الصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا ان شاء الله كنقول لكم إلى اللقاء إلى حلقة مقبلة بحول الله